الفيديو اللي فات كنا وقفين لحد هنا نفس المنظر ده بالزبط او يعني ممكن نقول كان المنظر كان بالزبط كده وانا ده بكل بساطة اللي بيحصل عندك عالجهاز طيب احنا نعمل ايه دلوقتي هنعمل ايه قل بساطة هنعمل انصول، ليه Visual Studio Code غير خفب كتير من انرودستوديو گ كتب عادي كتب وتعمل دو الوود من هنا كده هيدخلق على المنظر ده هيدخلك على الصفحة ده هيدخلك على الصفحة ده هيدخلك على الصفحة ديه وتعمل ويندوز سيفن ايت عارف ايه كل كلامنا كله هو بيعمل ده اللود هو هنا هوت حوالي خمسة وخمسين ميجا قل شوية زاد شوية كل الكلام ده مش مشكلة عوي مهم انت تبع عارف يعني بشكل عام هيبعمل ازاي دلوقتي في جوال استوديو كود نزل هنعمل له بقى ان الصول ان الصول بتقع وعدي خالص اه مفيش في اي مشاكل عبارة عن شوية نيكست كده وانت ماشي يعني سبت نيكست طعا انت باختر المكان اللي انت عايز تحطه فيه بالنسبة للموضوع مش فارق قوي نيكست اه بالنسبة لك برضو هنا الاختراض دي مش هتفري معاك في حاجة بس انا باخترهم عشان خاطر لو انا حبيت افتح فولدر معين اه بدغط علي كليل كيمين واعمل اوبن ويز الفولدر زاد نفسه بقى مش مش ان انا هاخش من البرنامج نيكست نستول بعد كده نفتح نعمل هو يتفتح تلقائي اه ممكن طبعا في الاول تروح تعمل هنا كده تخش هنا وتكتب طبعا فيه تلاتة تي بيت هيقلي ممكن نخلهم اتنين بس المفوض يعني اتنين هنخش هنا ونعمل طبعا نفس النظام هتقول له هابين لك عشان تسلط الفولدر محتاج دارت هتقول لي جيبها هونتا جاي شكله ما ما يقولش شكله هيسلطة بالواحدة تمام جدا طبعا احنا لو روح ما شفنا دارت تلوقتي دخلت في دارت اللي هيدو عمل لها ان اه ان السول هتعمل لها يطلق تلقائي يعني معا لما انا سبط بيسطب معا دارت على طول الوقت بقى اروح افتح ايه اروح افتح الفولدر اللي انا اللي هو البروشيكت بتاعي البروشيكت عندي لو انت كنت ماشي معايا على طول هتلاقي موجود في سي يوزرز اسم الجهاز بتاعك اندرويد ستوديو بروشيكتز هنا كل الكلام ده دلوقت كده احنا عملنا السول لفلتر على فيجوال ستوديو كود هنعمل فايل اوبين فولدر فتح الفولدر زي ما احنا شايفين كده اهم فولدر عندنا فين طبعا هنا بيقولك ايه معلين هنا نخش على اللب هتلاقي كل الحاجات اللي احنا كنا شايفين الوقت في اندرويد ستوديو طبعا الموضوع هنا اسرع بكتير والجهاز هي بقى خفص طبعا الوقت فاتح الاميوليتور وفاتح ايه فاتح الاميوليتور من هنا وفاتح نفس النظام اندرويد ستوديو هنيف الاندرويد ستوديو معناش ما تكينه في حاجة ماشي ممكن نعمل بقولك عايز تيه في البروسس دي ولا لا ممكن نعمل تيرميوليت عادي خالص هيفيلها وبس الاميوليتور مفتوح معاي ممكن اعمل ايه بقى هنا ممكن ااجي على الجزء ده الاميوليتور معاي هوت افتح من هنا ايه اخش في البيو ولا عندي الترمينال اكتب فلاتر رن هو طبعا عارف ان فيه اميوليتور مفتوح زي ما هو شايف كده عارف ان حاجة مطبسات طبعا يفتح عليها الابليكيشن لازم اندروي فاتح الاميوليتور جنبك كلام طبعا انا بقوله ده كله مكتوب هو طبعا بيعمل اه التعامل باندروي بفيجوال استوديو اسرع بكتير من التعامل زي ما احنا قلنا باندرويج استوديو بيخليك مع فيجوال استوديو كود طبعا كل الكلام اتعمل اتفتح الابليكيشن زي ما انت شايف هنا بقى لا يحصل هنا بقى اي حاجة انت بتغيرها كل انت بتحتاجه ان انت هتيجي هنا وتضغط يعني مثلا ايه احنا كنا عادين من غير في كل شوية نخش هتيجي هنا كده عرضه اعمل ضد هيجيب لك الالوان المتاحة عندك كلها اه اللبني مش عارف ايه كل الالوان طبعا مكتوبة طبعا في حاجات اه بلاجنز يعني بتضيفها بتزبط لك بقى كل الاشكال فلو احنا حبينا نخلي مسلا رد وجينا هنا وضغطنا مسلا هنعملنا هنا سيف وجينا هنا عملنا ار هيعمل في ثانية بقى اللون احمر طبعا انت لو مخدتش بالك من الاختلاف ممكن نيجي نعمل مسلا كده ونختار مسلا سيان كده مسلا فبالتالي الموضوع هيبقى اسرع بكتير خالص نضغط هنا ار كده اللون بقى واضح الاختلاف بيعمل ازاي لحد هنا كده يكون الفيديو خلص كده احنا هتعامل بقية الفيديو بقية الكورس ان شاء الله هيبقى كله عبارة عن التعامل مع او هتعرف برضو الوقت ازاي تعمل للموبايل بتاعك بحيث ان انت ترون الكود اللي انت هتكتبه ترونه عن الموبايل بتاعك على طول بباشر وخاصة لو انت اندرويد لو انت اي او اس عشان تعمل اي او اس لابد ما انت مسطب كل حكتك على الماك تمام الماك تعرف تطلع منه الاثنين لكن لو انت شغل على الويندوز تعرف تطلع منه الاندرويد بس بس طبعا ممكن تخلص الكود بتاعك على الجهاز عادي خالص ولما تجي تعمله يعني تجي تعمل منه بقى الاي بيك ايه ممكن تبقى تشغل منه بس طلع منه الاندرويد عادي من على الويندوز وممكن تجيب يعني الجهاز منك بس في اللحظة ديت تشتغل عليه تعمل بس اكس بورد واكس كود والكلام ده كله بسطب عليه وتزبط انت حالك او تطلع الاثنين منه بس انت يعني نفس الكود هيطلع على الاثنين فانت بس تعلم كل حاجة معي على اندرويد وبعد كده انت تطبق ابقى براحتك على اللي انت عايز تطبق عليه طبعا انت لو عايز تغير في الكود اللي احنا بنغير فينا دهوقت ممكن نيجي مسلا هنا الكود اللي احنا شايفانه قدامنا دهوقت عبارة عن انت لما لما هو بيضغط بييجي هنا ويعمل بيزود الكاونتر ده ده الكاونتر هتعرف كل الكلام ده قدام بإذن الله لكن اولا بس اللي بيحصل بيجي هنا ويزود الكاونتر اللي هو اللي هو عامله دهوقت بيزوده بمقدار واحد لو احنا عملنا كده وعمل وعملنا مسلا كده احنا هنخليه يزود عملنا خلاص كده احنا بنزود بنزود تلات حد هنا كده الفيديو خلص استمناه الفيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنساش لو انت جديدت في القناة تشترك معنا تعمل لايك وتفعل الجرس عشان يجي لك كل فيديو جديد ان شاء الله ينزل باستمرار فيديوهات السلام عليكم